تحذيرات رسمية وشعبية تتصاعد بشان مخاطر الجفاف في العديد من محافظات العراق وما يترتب على ذلك من هجرة سكانها وتدهور النظام البيئي في تلك المناطق نتيجة للجفاف وتراجع الأطلاقات المائية إلى مستويات غير مسبوقة مزارع مختلف المحافظات العراقية اشتكوا من تفاقم أزمة شح المياه ما جعل مزرعاتهم عرضة للهلاك بسبب الجفاف وعدم تمكنهم من سقيها في المواعيد المحددة مؤكدين أن صمت وزارة الموارد المائية سيؤدي إلى تكبيدهم خسائر مادية فادحة وزارة الزراعة من جانبها أقرأت بانخفاض مساحة الأراضي الزراعية المسقية بمياه الأنهار في العراق ونصف المليون دونم فقط أجلة الزراعة والمياه والأهوار النيابية بدورها أكدت نزوحة أكثر من تسعة آلاف عائلة في ذيقار بسبب تداعية أزمة الجفاف كما بيّنت أن محافظة ميسان واحدة من المحافظات التي وقع عليها الحيف جراء شح المياه بعد قطع إيران الروافد المغذية ويحذر خبراء بيئيون من أن العراق على موعد مع حرب جديدة طرفها الآخر الجفاف مطالبين بوضع حلول للحفاظ على البيئة والثروة العراقية من خلال حصول العراق على حصصه المائية من دول الجوار وعلى مدى السنوات الماضية واجه العراق موجات جفاف حادة نتيجة لانخفاض معدل هطول الأمطار فضلاً عن تأثير السياسات المائية التي تبنتها دول الجوار والتي أدت إلى تقليل تدفق حصص العراق من المياه إلى أنهاره وأراضيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر